لم تنضي ساعات على إعلان تشكيلة من ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران والذين تم اختيارهم من بين 1600 شخص سجلوا رقبتهم بالترشح حتى منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لإطلاق الحملات الانتخابية وفي ذروة الردود الفعل على قائمة المرشحين خطف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد اهتمام وسائل الإعلام وتفاعل الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعية قبل أن يعلن ردا على إقصائه من التنافس بأنه يطيع القانون ولن يرد بإثارة الفتنة أحمد نجاد هو ثاني رئيس سابق يرفض طلبه للترشح بعد علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي استبعد من انتخابات 2013 وكان خامنئي قد قال في بداية أيلول الماضي إنه أوصى أحدهم بعدم الترشح للانتخابات حيث انتشرت أنباء عن أنه يقصد أحمد نجاد لكن الأخير فاجأ الجميع بتقديم طلب ترشيح الأسبوع الماضي قائمة المرشحين ضمت ثلاثة من المحافظين على رأسهم إبراهيم رئيسي الذي يعتبر المنافس الأقوى لروحاني والمقرب من مرشد الجمهورية علي خامنئي وفي المقابل فإن القائمة شملت ثلاثة من التيار المعتدل والإصلاحي وعلى رأسهم الرئيس الحالي حسن روحاني المؤسسات المعنية بالانتخابات باشرت استعداداتها للدخول مرحلة الحملات الدعائية المقررة بدءا من الثامن والعشرين من الشهر الجاري وستستمر حتى السابع عشر من مايو المقبل عشية الاقتراع في أجواء أمنية مشددة سادت وسط طهران حيث قالت وكالة ميزان المقربة من القضاء إن الوجود الأمنية جاء لإظهار جاهزية قوات الشرطة في ضبط الأمن لجنة الانتخابات العليا من جهتها قررت عدم عرض المناظرات التلفزيونية بين المرشحين مباشرة وهو ما أثار ردود فعل واسعة لا سيما من قبل وسائل الإعلام في حين أصدرت هيئة الانتخابات بيانا تتهم فيه وسائل الإعلام بمواجهة قرار الجهات المسؤولة في الانتخابات متوعدة إياها بملاحقة قضائية إذن مرشحون ستة ينقسمون بين محافظا وإصلاحي معتدل مع تساؤل بسيطة ما هو الفرق بينهما بالنسبة لسياسة إيران الخارجية ترجمة نانسي قنقر